وضعت تركيا أولى عرباتها على سكة المنطقة الآمنة بعد أن سيرت دورية مشتركة مع الجانب الأمريكي شرقي مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا لكن مسير هذه العربة لم يكن كما تشتهي تركيا فرياح واشنطن ما زالت مع الميليشيات الكردية المسيطرة على مناطق شرقي الفرات يتضح ذلك من تحذير المسؤولين الأتراك من أن أنقرة ستتحرك منفردة لتطبيق المنطقة الآمنة إذا استمرت واشنطن في المماطلة والتسويف والتذبذب في مواقفها أنقرة تسعى لإقامة المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية في المقابل اقترحت واشنطن أن تكون هذه المنطقة عبارة عن شريط منزوع السلاح لمسافة 5 كم تعززها منطقة إضافية خالية من الأسلحة الثقيلة لمسافة 9 كم الأمر الذي يجعل الامتداد الكامل للمنطقة داخل سوريا أقل من نصف المساحة التي كانت تركيا تريدها كما تريد تركيا أيضا إقامة المنطقة الآمنة على امتداد 460 كم على طول الحدود التركية السورية بحيث تقطع التواصل بين الميليشيات الكردية خلاف ذلك ترى واشنطن أن هذه المنطقة يمكن أن تمتد مسافة 140 كم فقط دون أن تقطع ارتباط الميليشيات الكردية شكل المنطقة الآمنة ومساحتها ليس بحد ذاته جوهر الخلاف بين واشنطن وأنقرة بل الخلاف ينشأ من انعكاسات شكل هذه المنطقة وتأثيراتها المستقبلية فبالشروط التركية يتم القضاء بشكل كامل على مخطط الميليشيات الكردية في إنشاء دويلة انفصالية على أرض غالبية سكانها من العرب إضافة إلى حفاظ أنقرة على أمنها القومي وقدرتها على احتواء العدد الكبير من اللاجئين ضمن هذه المنطقة أما الشروط الأمريكية فتعتبر حلا مؤقتا لا ينهي مخطط انفصال الميليشيات الكردية وإنما يبقيها كورقة ضغط يرى مراقبون أن واشنطن لن تتخلى عنها لتستخدمها ضد أنقرة عند أي خلاف بالنسبة للقضايا الإقليمية اجتماع مرتقب بين أردوغان وترامب ستكون المنطقة الآمنة ضمن أولوياته وربما يفضي إلى توافق يصب في مصالح الدولتين أو يبقي المشكلة معلقة لتدفع تركيا بالنهاية إلى تحرك منفرد تراه مصريا وحاسما ترجمة نانسي قنقر